سنتحدث عن نشوء حالة البواسير بشكل عام بسبب التعرض العضوي الحيوي لأعضاء وضغطها أيضا حين الإصابة بحالة فشل الكبد الناجمة عن تلايف وتشمع الكبد بفعل عوامل المرضية أو السلوكية بشكل عام فأنه أوردة المستقيم تحتقا بالدم وتنتفخ والسوء بما يعني يحصل في أسفل أيضا أسفل المريء الموجود في الحالق قد تخرج بعض الدوالي الموجودة في الحالق وأيضا ممكن تخرج بعض الدوالي أو البواسير الموجودة في المستقيم ثم يؤدي إلى أمراض مثل ما ذكرنا يعني البواسير والدوالي والحبوب والانتفخات القريبة في الأوردة والثرابات الأوردة وتمددها وفي حالات الحامل أيضا تلعب عدة عوامل في نشوء الإصابة في نفس هذا المرض البواسير وارتفاع الضغط في البطن بفعل نمو حجم الرحم وحصول أيضا الأمساك وتغيرات بنية الأوردة وتمددها وغيرها كلها تسبب قادرة أنها تسبب بواسير بنسبة 50 إلى 55% إلى هنا انتهى الدرس كنا معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي وهذا الدرس السابق من هذه السلسلة وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم ترجمة نانسي قنقر